منظومة ديننا واضحة متماسكة متناسقة متسقة والضلال كل الضلال هناك في حوزة النجف وكربلاء عند الطوسيين سود الله تعالى وجوههم أضلوا أجيال شيعة عبر القرون الماضية ولا زالوا يصرون على ضلالهم حتى بعد أن اتضحت الحقيقة والله لقد اتضحت الحقيقة عبر قناة القمر يكابرونه يعاندونه وربما أنتم أيضا تكابرون وتعاندون لكن الحقيقة اتضحت كل هذه البرامج وكل هذه الحقائق وكل هذه الأدلة والبراهين وكل هذا التحقيق وكل هذا التدقيق اتضحت الحقيقة لكل باحث عن الحقيقة أنني أخاطب الذين يريدون أن يعرفوا دين محمد وآل محمد من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم سأعرض لكم من الصفحة التاسعة والستين بعد الثلاثمائة صفحة تلاثمائة وتسعة وستين من الكتاب الذي أشرت إليه الاقتصاد فيما يجب على العباد الرسالة العملية العقائدية لمقلدي الطوسي والتي اتخذت برنامجا ومنهجا عقائديا إلى يومنا هذا نقلوا عنها وأخذوا منها الطوسي هكذا يقول وإنما قلنا إنه يجب يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه يتحدث عن الإمام المعصوم يتحدث عن إمام زمانه وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول من أنه لا يشترط في الإمام المعصوم أن يكون الأفضل في كل شيء وإنما هو الأفضل في دائرة ما هو إمام فيه وهؤلاء يجعلون دائرة الإمامة ضيقة بحدود الإفتاء في أمور الدين في حدود ضيقة أو في حدود القضاء في الخصومات أو في حدود الحكومة بين الناس أو أن يكون حاكما شرعيا فهم لا يعطون للمعصوم دائرة أوسع من هذه الدائرة وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه في دائرة إمامته يستمر الطوسي لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل من فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع وغير ذلك والمعتبر في الإمامة والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه ففي رعيته من هو أفضل منه هذا إمام أبو الهلس يسمونه هذا إمام الطوسي هذا إمام أبو الهلس هذا إمام أبو الهلس أي إمام هذا بس هذا إمام الطوسيين هذا إمام مذهب الكلب قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الزيارة الجامعة الكبيرة علمني ابن رسول الله هذا النقع يقول للإمام الهادي علمني ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم قارنوا بين منطق أئمتنا وبين منطق هؤلاء الثولان أعيد قراءة الكلام كي يكون واضحا لديكم صفحة 369 من كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد إنها الرسالة العملية العقائدية للطوسي وقد حددتكم عنها قبل قليل وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أن يكون الإمام أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل من فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع وغير ذلك والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه نستمر في القراءة صفحة 371 فيما يرتبط بالعلم ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه فقط في الدائرة التي تكون مرتبطة بشأنه الدين ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه أصلا مراجع النجف في كتبهم الفقهية المعروفة يتحدثون عن أن الإمهم ليس عالما ببعض أحكام الدين وسأقرأ هذا عليكم من أمهات الكتب الفقهية والتي تدرس في حوزة النجف إلى يومك هذا سأتي بالكتب وأقرأها عليكم لكن بعد أن أكمل حديثي عن الطوسي هذا عن إمامهم الطوسي عن إمام الغباء والثول ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك بحكم العقل العقل هكذا يحكم ويجب أيضا أن يكون بعد الشرع عالما بجميع الشريعة ويجب أيضا أن يكون بعد الشرع يعني بعد وجود الشرع عالما بجميع الشريعة لكونه حاكما في جميعها ولا ينزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك لأنه ليس هو رئيسا فيها يعني حتى لو كان عالما بهذه الصنائع فلا يشترط أن يكون الأفضل فيها لأنه قدم قبل قليل هكذا قال هكذا قال إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو منه أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع يعني يمكن أن يعرف صنعة من الصنائع الإمام على ألسنتهم الشيطان يريد أن ينتقص من أئمتنا بقدر ما يستطيع فمن أي طريق من طريق بقالي الشيعة مثلا من طريق موظفي البلدية مثلا من طريق عمال البناء مثلا من طريق موظفي الصحة مثلا الشيطان إذا أراد أن ينتقص من أئمتنا إنه ينتقص منهم عبر مراجع الدين الذين يتخذهم حميرا عنده مثل ما هم يتخذون عوام الشيعة حميرا عندهم ويطعمونهم هذا الخراء هذه العقائد كذلك الشيطان هو الذي ينطق على ألسنته وإنما قلنا إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصنائع وغير ذلك والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه قرضه هنا يتحدث عن أن الإمام يمكن أن يكون عالما ببعض الصنائع لكن لا يشترط فيه أن يكون الأفضل وإنما يشترط فيه أن يكون الأفضل في دائرة إمامته ما هي دائرة الإمامة تسع كل شيء يا أيها الطوسي الأثوال يا شيخ الطائف يا شيخ الحمير ما هي دائرة الإمامة هي دائرة الأوسع القرآن جعل التوحيد والنبوة والقرآن وكل الرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير فكيف لا تكون الإمامة أوسع هنا قرض أفضليته هنا قرض علمه بالصنائع في البداية قال يشترط فيه أن يكون الأفضل فيما هو إمام فيه الأمور الأخرى لا يشترط أن يكون الأفضل فيها يمكن أن يكون عارفا بالصنائع وعنده وعنده صنعا لكن لا يشترط فيه أن يكون الأفضل فيها فبعض رعيته قطعا سيكونون أفضل منه هنا هنا حينما تحدث عن العلم قال لا يشترط فيه أن يكون عالما بالصنائع ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك لأنه ليس هو رئيسا فيها ومتى وقع فيها تنازع من أهلها حدث خلاف في الصنائع في الحرف في أي مورد آخر ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه فرض الإمام يجب على الإمام صار الإمام مأموما هنا عند الطوسي الأغبر ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة مثل ما يرجعون الشيعة إلى أهل الخبرة في تشخيص الأعلى الذي هو الأجهل والأغباء والأثول وأهل الخبرة الذين يتحدثون عنهم كذابون سفلة يشتغلون بالأموال خبرتهم تشتغل بالأموال التي يأخذونها من المرجع الذي سرق الشيعة باسم صاحب الزمان كي يكون الأعلى أما الإمام المعصوم ياهل يجي العبي مو هو الأعلى بس المرجع يعرف كل شيء وهو دماغ سز مطي يكتب لبيان اللي هو جزء من شغله واختصاصه يكتب لبيان صفحة صفحتين مشحون أغلاط وأخطاء هو الأعلام ويعرف كل شيء وأي قضية تنطرح بالمجتمع رجعوا بيها للمرجعية حتى المرجعية تخر على روسباتكم هذا هو الواقع العبارات قاسية غير مؤدبة البرنامج ما يعجبك روح شوف لك قناة ثانية هذا هو الموجود الموجود هو هذا تريد التابع تابع ما يعجبك روح شوف لك قناة ثانية روح شوف لك قناة سيستانية شيء رازية وخلي ترسول راسك من هالزبال هاي اللي اعتم من يا هذه زبالته ومتى وقع فيها تنازع ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه يصبح محكوما لحاكم آخر وهم أهل الخبرة الإمام الذي هو حجة الله ومن قال من أن أهل الخبرة سيكون كلامهم صحيحا هذا يعني سيعبثون بالإمام سيكون الإمام معبثا لهم ولعبة لهم لأهل الخبرة إلا إذا يرجع للمرجعية الإمام يروح يسعى للمرجعية حتى المرجعية علمه هو هذا دينكم ما هو هذا دين طوسي هذه عقائد طوسي هذه الرسالة العملية العقائدية التي كتبها للشيعة الذين يقلدونه هذا هو دين المذهب الطوسي حينما أقول لكم هناك دين العتر وهناك المذهب الطوسي كلامي يبتني على حقائق أصبروا علي وحق الحسين سأكشف لكم من الحقائق الكثير الكثير ما لا يخطر على بالكم ومتى وقع فيها تنازع من أهلها عند أرباب الصناع والحرف والتخصصات المختلفة ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه نستمر في قراءة هذا الضلال الذي نعلم هل يخرج من فوق أم يخرج من تحت من فوق الطوسي من تحت الطوسي ماذا يقول أبو الطواسيس أبو الطواسيس هكذا يقول ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن ولك ده ما أخصص الإمام يطالبنا أن نؤمن بظاهره وباطنه والإمام يقول لنا من أن الدين له ظاهر وباطن وعليكم أن تؤمنوا بظاهر الدين وباطنه والإمام يقول لنا القرآن إلى ظاهر إلى باطن ويعلمنا قواعد تفسير القرآن وفقا للظاهر والباطن والروايات تبين لنا الجانب الظاهر من الدين والجانب الباطن إشلون الإمام ما مكلف بالظاهر والباطن أي أثول ابن الأثول ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم لأنه إنما جعل إماما في الحكم بالظاهر دون الباطن وإنما يجب أن يكون الإمام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما ويضرب لنا مثالا ما هو المثال يقول ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله يعني حينما أرسل النبي أمير المؤمنين إلى اليمن لم يكن أمير المؤمنين عالما بالشرع كله إذا واجهته مشكلة أو واجهت الناس مشكلة فماذا سيصنع لازم يروح إلى منهاج الصالحين الرسالة العملية مالة الخوة لو يروح الرسالة سيستاني ما هذا الضراط يا مراجع الشياء ما هذا الضراط ما هذا الضراط ما هذا الضراط يا أيها الشياء هذا هو دينكم ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشر في حياة النبي ولكن ما أخصص لا أذوال على الدق الآية الثالثة والأربعون من سورة الرعد بعد البسملة وهي آخر آية في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي هذا ولكن يا أثوال علي هذا وهذه الآية مكية مكية وليست مدنية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الشهود علمهم واحد في القضية الآية تساوي بين علم الله وعلم أمير المؤمنين هذا شه تقول له هذا شه تقول له وشه تقولهم للمراجع على نفس هذا المنهج يسيرون ادخلوا إلى الانترنت وشوفوا العدد الهائل من البرامج من برامج الفضائيات الشيعية والمراكز الشيعية في التمجيد بالطوس إذا ما رجعتم إلى المكتبة الشيعية فإن عدد الأبحاث وعدد الكتب التي كتبت عن الطوس هي أكثر بكثير من الكتب والأبحاث التي كتبت عن إمامنا الحسن المجتبى أو عن إمامنا السجاد أو عن إمامنا الجوادي أو عن إمامنا الهادي أو عن إمامنا العسكري ما كتبوه من كتب يسطرون ما يسطرون من المناقبية والكرامات والأمجاد وكأن طوسي فتح الفتوح ولقد ركز الضلال كل الضلال هذا الطائح الحظ في كتبه ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالماً بجميع الشرع في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو الحسن والحسين لا يلزم أن يكون عالمين أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما لا طائح الحظ رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يقول عن الحسن والحسين في صغرهما إنهما إمامان قاما أو قعدا ما معنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله في تكبيرة الإحرام شرع إلى التكبيرة السابعة بحسب أحاديثنا وفقاً لتكبيرات الحسين لتكبيرة الحسين شرعت التكبيرات السبعة في تكبيرات الإحرام وفقاً لموقف الحسين في الصلاة وكان صغيراً هذا وأمثاله من مراجع السوء والضلال ذول الامطايش فاهمين من الدين شنو فاهمين من عنده ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالماً بجميع الشرع في حياة النبي أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئاً بعد شيء ليتكامل عند آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه هكذا تعتقدون في أئمتكم رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا في كل أحوالهما في صغرهما وهذا طوسيكم يقول ما يقول هل تستغربون بعد ذلك ما يتفلت على ألسنة الخطباء الوائلي وأمثاله أو على ألسنة المتحدثين ككمال الحيدر وغيره من مراجع الدين هل تستغربون هراءهم وخراءهم الأصل من هنا هذا هو إمامهم هذا هو إمامهم أمير المؤمنين يقول ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان لاحظوا لاحظوا كيف يتحدث عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين حينما يضرب أمثلة هذه الأمثلة إنما تأتي على لسانه وتأتي عبر قلمه لأنها حاضرة دائما في ذهنه في جنانه في عقله في قلبه ولذا ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان هنا يتحدث الطوسي عن المعلومات المتواترة عن الأخبار المتواترة أنا أريد أن أذهب إلى زاوية في الحديث صفحة لثمية وثمانية وستين يقول ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط مثل ابن مقلى هذا خطاط معروف ابن مقلى خطاط معروف زمن العباسيين ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلى ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين يقول هذا أمر قبيح أن نجعل رئيسا للخطاطين مثل ابن مقلى ونظراء ابن مقلى من الخطاطين الكبار المبدعين أن نأتي بشخص من هؤلاء الذين يكتبون يكتبون بمستوى خطوط الصبيان والبقالين ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلى ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين ويجعل رئيسا في الفق على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما هذا المثال الذي يتبادر إلى ذهنه باعتبار أن هؤلاء يمثلون الدرجة الأولى في الفقه والعلم ويجعل رئيسا في الفقه من القباحة على ذلك الملك الحكيم أن يجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما قد أقول هذا مثال ولكن لماذا يكرره ولو كان هناك مجال لتكراره لكرره في الصفحة 398 وكما علم ثقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأنه لم يتقدمهم أحد لم يتقدمهم يعني لم يتفوق عليهم وكما علم فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك هذه أمثلة ولا تحدثوا عن فقههم هنا إنما هي أمثلة جئت بها مصداقا لكلام أمير المؤمنين من أن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان قرأت ما قرأت عليكم كيف يتحدث عن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين ومن أنهم لا يعلمون الشرع كله قبل إمامتهم تتذكرون هذا الكلام قاله المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد هذا أحد من هناك ولكن هذا بقي على ضلاله وذاك اهتدى تذكروا ماذا قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد مذجنح كثير منكم بما أنت من جملتهم يا أيها المفيد ولكنك اهتديت مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء استمروا على ذلك النهج البعيد عن نهج السلف الصالح نذهب إلى فاصل هذا كتاب آخر من كتب الطوسي تلخيص الشافي الشافي أساسا هو كتاب للشريف المرتضى الشافي في الإمامة يناقش أقوال المعتزلة وغيرهم في موضوع الإمامة كتاب مشهور معروف للسيد المرتضى الشافي في الإمامة لخصه الطوسي هذه الطبعة هي الطبعة التي قدم لها حسين بحر العلوم إنها مؤسسة انتشارات المحبين الطبعة الأولى هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني صفحة 214 ماذا يقول الطوسي هذه عقائده ومما يدل أيضا على أن الإمامة يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته فهو في حالة سباق مع الرعية كي يكون أكثر ثوابا منهم فهم سطحي وساذج إلى أبعد الحدود للدين ولمقام الأئمة صلوات الله عليهم ومما يدل أيضا على أن الإمامة يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته أن قد دللنا على أن قوله حجة في الشر وإذا ثبت ذلك وجب أن ينفى عنه ما يقدح في ذلك وينفر ونحن نعلم أن الناس إذا قطعوا على أنه ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك كانوا أسكن إلى قبول قوله ما ومساويه والإنقياد لأمره ونهيه منهم إذا قطعوا أو جوزوا أن يكون في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه منطق سخيف إلى أبعد الحدود ويكشف عن جهل مطبق في معرفة مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الطوسي الأثول ألا يقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في أوائل الزيارة نحن نسلم عليهم السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله حينما نصفهم بهذا الوصف من أنهم مساكن بركة الله بركة الله ماذا تعني؟ عطاؤه المتزايد والذي هو في حالة من التزايد وهو صادر عن جهة متكاملة هذه الجهة المتكاملة هي مساكن تلك البركة البركة العطاء المتزايد الذي لا يقف تزايده يصدر عن جهة متكاملة لا نقص فيها غير قابلة للزيادة وإنما هي التي تمنح الزيادة مساكن إنها ساكنة مستقرة وتستقر فيها البركة مثلما نخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله في زياراته من أنه صاحب الوقار والسكينة ذات مستقرة هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله ذوات مستقرة يا صاحب الوقار والسكينة يا أبا الزهراء يا أيتها الذات المستقرة لأن الله تجلى فيها فإن الله لا يتجلى في الذوات القلقة الله يتجلى في الذوات المستقرة ولذا ما تجلى في شيء تجلى في محمد وآل محمد فقط هم الذين نخاطبهم لا فرق بينك وبينها هؤلاء هم إلا أنهم عبادك وخلقك هم ذوات مستقرة تجلى الله فيها هذا المنطق الضحل هذا منطق مرحاضي هذه عقول مرحاضية لأنها تأخذ طعامها من العيون الكدرة القذرة دين الطوسيين دين أخذوه من الأشاعرة والمعتزلة وحق الزهراء البتولي ما أخذوه عن العترة الطاهرة أخذوه عن المعتزلة والأشاعرة هذه ذوات مستقرة السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله ذوات تامة لا مجال فيها للاستزادة والزيادة لأن الله سبحانه وتعالى حكيم فحينما فاض عليهم بتمام فيضه فهل يمكن أن يكون الفيض زائدا عليهم أو ناقصا عنهم هذا يخالف حكمة الله فلابد أن يكونوا تامين وهم المظهر الأتم إذا أردنا أن نقايس فيما بين المخلوقات اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تام اللهم إني أسألك بكلماتك كلها الكلمات الأتم هم أتم وصلوا إلى النهاية والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله إنهم مساكن بركة الله كيف أتصور أنهم يزدادون هذا يعني أنهم يعانون من نقص فكيف يزدادون ولكنه هذا هو المذهب الطوسي القذر النجس الوسخ السخيف هذا هو المذهب الطوسي فأنا أقرأ عليكم من كتبه ومما يدل أيضا جايب السبع من ذيال أبو اللقو ومما يدل أيضا على أن الإمام يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته أن قد دللنا على أن قوله حجة في الشر وإذا ثبت ذلك وجب أن ينفى عنه ما يقدح في ذلك وينفر عنه ونحن نعلم أن الناس إذا قطعوا على أنه ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك كانوا أسكن إلى قبول قوله والإنقياد لأمره ونهيه منهم إذا قطعوا أو جوزوا أن يكون في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه وماذا يقول هذا الأثول بعد ذلك نذهب إلى فاصل أعود إلى الرسالة العملية العقائدية للطوسي الاقتصاد فيما يجب على العباد صفحة ميتين وثلاثة وثلاثين وهو يتحدث عن الشفاعة عن شفاعة محمد وآل محمد قطعاً هو لم يتحدث عن آل محمد وإنما تحدث عن النبي فقط وأيضاً فلا خلاف بين الأمة أن للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة وأنه يشفع فلم يشر إلى آل محمد في العنوان نقرأ ماذا يقول والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة المضار المستحقة هناك ضرر سيكون لاحقاً بي مرتبطاً بي أنا أستحقه بسبب سوء أعمالي وشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة فوجب من ذلك القطع على جواز العفو عن مستحق العقاب من أهل الضلالة بل على وقوع ذلك بجماعة غير معينين من حيث علمنا وقوع شفاعته وأنها حقيقة في إسقاط المضار دون زيادة المنافع بقي ديننا رهيناً ما بين الأشاعرة والمعتزلة المعتزلة يقولون من أن الشفاعة هي لإسقاط المضار وزيادة المنافع هذا قول المعتزلة قول الأشاعرة من أن الشفاعة هي لإسقاط المضار فقط بتوضيح أكثر الشفاعة عند المعتزلة يوم القيامة إما أن تخلص الإنسان من ذنوبه وإما أن ترفع درجته هذه عند المعتزلة وعند الأشاعرة الشفاعة تخلص الإنسان من ذنوبه من عقوبتها الطوس يذهب إلى رأي الأشاعرة أنا أقول ما علاقتنا بالأشاعرة وما علاقتنا بالمعتزلة أصابوا أم أخطأوا ماذا تقول العترة الطاهرة العترة الطاهرة ماذا تقول لماذا أنت تذهب إلى جهة الأشاعرة وتناقش المعتزلة أنا أقول للطوس ماذا تقول عن هذه الآية إنها الآية السبعون بعد البسملة من سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تبديل السيئات إلى حسنات أليست هي من الزيادة في المنافع ومن أعظم المنافع ما هذا قرآن صريح واضح لو قالت الآية من أن الله تجاوز عن سيئاتهم هذا دفع للمضار ولكن الآية تقول من أن الله يبدل السيئات ويحولها إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهذه الآية إذا نظرنا إلى ما قبلها فإنها تتحدث عن يوم القيامة فإنما قبلها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام الذي يقتل يزن ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أما قرأت القرآن يا مفسر القرآن يا بطل الأبطال أيها الطوسي هذا الكلام بالمناسبة يقول به مراجع النجف وكربلا ما هو ضراطهم ضراط الطوسي هو هو هم يعخذون دينهم من الطوسي الآية واضحة وصريحة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما إنها الآية السبعون بعد البسملة من سورة الفرقان أعود إلى هراء هذا الضال والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة فوجب من ذلك القطع على جواز العفو عن مستحق العقاب من أهل الضلالة بل على وقوع ذلك بجماعة غير معينين أن تقع الشفاعة لجماعة غير معينين من حيث علمنا أو من حيث علمنا وقوع شفاعته الحديث عن شفاعة النبي وأنها وأن شفاعته حقيقة في إسقاط المضار دون زيادة المنافع والذي يدل على أن حقيقتها ما قلنا أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع لكان الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في كرامات النبي ورفع درجاته أن يكون شافعا فيه ما هذا الهراء أساسا هو هذا الكلام كلام صحيح من أننا نكون سببا في زيادة كرامات النبي ورفع درجاته ما هذا الهراء هذا الكلام يردده أصحاب العمائم في حوزة الضلال والنجاسة في حوزة الكفر والرجاسة في حوزة النجف وكربلاء يرددون هذا الكلام على منابرهم وفي كتبهم وفي فضائياتهم من أننا نكون سببا في زيادة كرامة النبي وكرامة الإمام المعصوم حينما نصل عليه مثلا وحينما ندعو له هذا الهراء مأخوذ من هذا الهراء وهذا الخراء مأخوذ من هذا الخراء ما هو خراء واحد إنه الخراء الطوسي بامتياز وأي استدلال سخيف هذا والذي يدل على أن حقيقتها أن حقيقة الشفاعة في إسقاط المضار ما قلناه أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع لكان الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في كرامات النبي ورفع درجاته أن يكون شافعا فيه وأحد من المسلمين لا يطلق ذلك لا لفظا ولا معنى وكأن المسلمين إذا أطلقوا شيئا أو لم يطلقوا شيئا كأن ما يصدر عن المسلمين حجة هذا توسع بنحو هو أكثر مما عليه في سقيفة بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة حصروا الأمر بالصحابة حصروا الأمر بأهل المدينة هذا جعل الأمر في كل المسلمين ولذا فإن سقيفة بني طوس أقذر وألعن وأضل من سقيفة بني ساعد وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك هذه هذه كإجماعاته معروف عن الطوس في كتاب الخلاف ينقل إجماعا على شيء وفي كتاب المبسوط ينقل إجماعا على شيء يخالف ذلك الشيء إجماعات متناقضة هو هكذا يطلقها وأما تناولها الشفاعة لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك القرآن يقول بخلاف ذلك الآية السبعون بعد البسملة من سورة الفرقان تقول من أن الله في يوم القيامة يبدل السيئات ويحولها إلى حسنات هذه زيادة في المنافع وماذا نقرأ في زيارة صاحب الأمر أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هكذا نخاطب الإمام رضيتك يا مولاي إماما وهاديا ووليا ومرشدا إلى أن نقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنت الشافع الذي لا ينازع والولي الذي لا يدافع وأنت يا صاحب الأمر وأنت الشافع الذي لا ينازع والولي الذي لا يدافع ونستمر في الزيارة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال تزكى في حالة نمو في حالة زيادة وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات تمحى السيئات هذا إنقاص للمضار ولكن تقبل الأعمال هذا ما هو إنقاص للمضار هذه زيادة في المنافع وتزكى الأفعال هذا نمو زكاة في الأفعال وتضاعف الحسنات هذه زيادة في المنافع وتمحى السيئات هذا إسقاط للمضار فنلاحظ أن الزيارة تتحدث عن أن زيادة المنافع أكثر من إسقاط المضار فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعف حسناته ومحيت سيئاته واضح أن زيادة المنافع تذكر بنحو أكثر من إسقاط المضار وهذه هي شفاعة الإمام المعصوم وذل كل شيء لكم فكيف تكون شفاعة المعصوم فقط في إسقاط المضار من دون زيادة المناثع ما نحن نقرأ في روايات الشفاعة من أن الأئمة يقولون لنا في يوم القيامة ما بينكم وبين الله نذهب إلى الله نمشي إلى الله ونتشفع ونتشفع فيكم فتقبل شفاعتنا وما بينكم وبين الناس نعطي الناس حتى يرضوا عنكم إن كان الناس من أعدائكم أم من أصدقائكم إننا نعطيهم هذا العطاء زيادة في منافع الذين يُعطى لهم قد يكون في بعض الأحيان إسقاطا للمضار ولكنه أيضا يكون في أحيان أخرى في جهة زيادة المنافع فمصاديق زيادة المنافع في الشفاعة وشؤونها أكثر من مصاديق إسقاط المضار هذا الطوسي ماذا قرأ من القرآن وماذا فهم منه وماذا قرأ من الزيارات والأدعية وماذا فهم منها ماذا نقرأ في دعاء التوسل هذا الدعاء الذي تقرأه الشيعة دائما اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ويستمر الدعاء مع كل المعصومين بهذه الصيغة مع الأئمة المعصومين الأربعة عشر الزهراء الزهراء من بينهم في آخر الدعاء يا سادتي وموالية إني توجهت بكم أئمتي وعدتي الزهراء إمام لا كما يقول لكم الطوسيون فأنتم تتوسلون بالزهراء أيضا مثل ما تتوسلون برسول الله وأمير المؤمنين وسائر الأئمة يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله العبائر هي هي التي استعملناها مع رسول الله مع أمير المؤمنين مع سائر الأئمة استعملت مع الصديقة الطاهرة وجاء ترتيبها بعد أمير المؤمنين وفي آخر الدعاء هكذا نقول يا سادتي وموالية إني توجهت بكم أئمتي وعدتي هل تخرجون الزهراء من هذه العبارة يا ثولان يا نوابخ يا أذكيا يا عباقرة هل تخرجون الزهراء من هذه العبارة وتقولون من أنها ليست إماما من طيح الله حظ دينكم يا أيها الطوسيون يا سادتي وموالية إني توجهت بكم أئمتي وعدتي إلى آخر ما جاء في الدعاء هذه العبائر تتحدث عن الشفاعة وبشكل متكرر إنا توجهنا واستشفعنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله في أي شيء وقدمناك بين يدي حاجاتنا الحاجات عند الإنسان في زيادة المنافع أكثر من حاجاته في إسقاط المضار صحيح أن الإنسان يبدأ بإسقاط المضار لكنه في جهة المنافع لا يتوقف فحينما نقول في هذا الدعاء وقدمناك يا زهراء بين يدي حاجاتنا وقدمناك يا أمير المؤمنين بين يدي حاجاتنا حاجاتنا ما يتعلق بإسقاط المضار تكون أقل من حاجاتنا بزيادة المنافع دققوا في حياتكم وأموركم حينما تقرؤون هذا الدعاء الشفاعة يا أيها الطوسي الأثول يا حبيبي يا أبو الطواسيس في زيادة المنافع أعظم ماذا نقرأ في دعاء السجدة في زيارة عاشورة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في دعاء السجدة في زيارة عاشورة اللهم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وفي السياق نفسه وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين هذه زيادة في المنافع أم أنها إسقاط للمضار وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين هذا إسقاط للمضار أو جلب للمنافع في أقصى ما يمكن أن يتخيل وفي أبعد ما يمكن أن يتصور اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين صلوات على الحسين نذهب إلى فاصل أعود إلى الطوس لإكمال كلامه بخصوص الشفاعة ومن أن شفاعة المعصومين وهو يتحدث هنا عن شفاعة النبي لم يشر إلى آل النبي من أن شفاعة النبي هي في إسقاط المضار وليس في جلب المنافع في زيادة المنافع حتى هذه المصطلحات هي مصطلحات بقالين إنها مصطلحات علم الكلام الناصبي القذر وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك على أي أساس وأنت تخالف القرآن وتخالف أهل الدين الذين هم محمد وآل محمد أهل الدين ما هم الأشاعر ولا هم المعتزل وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك ولو سلمنا أنها حقيقة في الأمرين لا خصصناها أو خصصناها لخصصناها بإسقاط الضرر لقوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي خبر آخر أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول فلا يمكن أن يقال إنه خبر واحد وماذا نصنع بالآيات والأحاديث والأدعية والزيارات الكثيرة آل محمد وضع لنا مقياسا لمعرفة الرجال أعرف منازل الرجال عندنا أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا وفهمهم مننا أسألكم بالله وبمحمد وآل محمد أين تضعون هذا الغبي الأثول في أي مكان هذه عقيدة ناقصة بالشفاعة يتحدث عن شفاعة النبي فقط ويتحدث عن شفاعة منقوصة أئمتنا حين يقولون أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق هذا هو الحديث التاسع والستون بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء المعراج إنه معراج النبي صلى الله عليه وآله المعراج والمساءلة في القبر وخلق الجنة والنار والشفاعة إنه يتحدث عن شفاعة كاملة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحديث عن شفاعة بكل آفاقها في دفع المضار وجلب المنافع هذه هي الشفاعة التي نؤمن بها وشفاعتهم ليست في القيامة فقط شفاعتهم تكون في الدنيا أيضا وتكون عند الاحتضار وتكون في القبر وفي عالم البرزخ شفاعتهم شفاعة مطلقة وذل كل شيء لكم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا الإياب والحساب ليس محصورا بيوم القيامة وإنما في كل ثانية من الثواني بل في كل آن من الآنات الذي لا نستطيع أن نشخصه بالدقائق والثواني إنها آنات الوجود في كل آن من آنات الوجود في كل ثانية وما هو أقل من الثواني بحساب زماننا المحسوس في عالمنا الأرض إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم شفاعتهم ثابتة في كل هذه المقامات هذا الطوسي الأخبر يتحدث عن ضلال الأشاعرة هذه عقائد الأشاعرة هذه عقيدة الأشاعرة ما هي بعقيدة العترة الطاهرة وهذا هو الذي قلته لكم من أن المذهب الطوسي مذهب كبقية المذاهب كالمذهب الحنفي كالمذهب الشافعي هذه الحقائق بين أيديكم أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم كل شيء وإلا فإن كل شيء في هذه الكتب يشير إلى نفس هذه الحقيقة من أن المذهب الطوسية مذهب كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر